طيب تعالى يعني وإحنا بعد ما اسمعنا كلام فخمة الرئيس الرئيس أولا استخدم مصطلح أو كلمة أجريته اليوم مع رئيس البوسنة والهرسك مباحثات مهمة هو الرئيس استخدم كلمة مهمة طيب وفي نفس الوقت التهنئة بأنه فتح الباب أمام البوسنة والهرسك لإجراء المفاوضات لانضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي طيب حين بقى لازم ترجع بزهنك لورا حبتين يعني أنا دلوقتي الرئيس بيقول لنا أنه إحنا بنبدأ نشتغل على تعاونات مشتركة اقتصادية واستثمارية وواواواوا مع البوسنة والهرسك كدولة ده كده العلاقة الثنائية المباشرة ارجع بظهرك لورا كده شهر ونص أظن شهرين هتجد أنه أنا أنا مصري يعني عملنا إيه إحنا عملنا عملية ترفيع لمستوى العلاقات مما بيننا وما بين الاتحاد الأوروبي إلى مستوى إيه أيوة الشراكة الاستراتيجية اوعى تغفل أو تتناسى أو تظن أنه كلمة ترفيع مستوى العلاقة للشراكة الاستراتيجية ده أمر عادي أو سهل أو بيمر كده عادي لا خالص أو أنه يعني مفيش في مشكلة أو أنه شكل بروتوكولي على الإطلاق أعلى مستوى للعلاقات ما بين الدول هو الشراكة الاستراتيجية فاحنا في مصر القاهرة وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية ما بينها وما بين الاتحاد كله على بعضه بس كده لا مصر عندها بقى إيه العلاقات الثنائية المباشرة ما بينها وما بين دول الاتحاد وده شيء مهم جدا طيب هل تتوقع أنه برضو هذا الاجتماع اللي تم النهاردة ما بين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البوسني دينيس بيتروفيتش هو مجرد بس اجتماع عشان علاقات الثنائية ما بين البلدين لا طبعا ما هو الملفات الإقليمية والدولية كانت مطروحة الاهتمامات المشتركة كانت مطروحة الحديث طبعا تطرق إلى ضرورة حل الدولتين يعني يبقى في عندي دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة خد بالك كاملة السيادة ولها عاصمة وأن هذه العاصمة تبقى للمقاربة المصرية الواضحة والمعلنة هي القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية في الحالة دي لازم تبقى فاهم احنا بنتحرك ازاي احنا بنتحرك ازاي بنتحرك ازاي احنا بنتحرك على اللي انا كنت قولك من شوية الرئيس بيجمع كل الخيوط للفواعل الدولية للوقوف على أرضية ايه هي لا اوعى تفتكر ان الأرضية اللي احنا عايزين نقف عليها او انه غرض الرئيس وهدفه هو ايقاف كامل للضرب والعدوان او الهدنة لا المسألة ابعد من كده الأرض اللي الرئيس عاوز الكل يقف عليها تصبح أرضا مشتركة وهدف للكل هو ان احنا يبقى فيه عندنا حل الدولتين انه هو ده الحل النهائي لاصراع العربي الصهيوني في المنطقة وحل الدولتين القائم على حدود 4 يونيو 1960 وحل الدولتين اللي قائم على انه القدس الشرقية عاصمة لفلسطين هذه التجميع هي تقدر تسميها كده الاقرب الى ايه يقولك برا لابي يعني فكرة التكتل او التحالف السياسي نحن لدينا هم مشترك او قضية مشتركة او هدف مشترك اسمه هنحل الازمة بتاعت الصراع العربي الصهيوني ايوا عاوزين نحل الازمة بتاعت الصراع العربي الصهيوني احنا عايزين الحل يبقى نهائي ايوا طب احنا عايزين الحل عادل ايوا الحل العادل يا جماعة هو حدود 4 يونيو وان القدس الشرقية لفلسطين عاصمة مش لفلسطين وبس ما اخد بالك الشيطان فين يكمن في التفاصيل هيجي يقولك طب خد لك قدس الشرقية بس ما تبقاش هي العاصمة ممكن يجي يقولك مثلا العاصمة في رمال لا العاصمة هي القدس الشرقية ده شيء مهم جدا اخيرا وليس اخيرا مش عارف يعني لدي ما يمكن ان نعتبره رسالة الى فخامة الرئيس يا فندم كلنا كلنا 110 مليون مواطن كلنا داعمين واثقين مؤمنين مؤكدين انه احنا واثقين 100% ودعمين لاي قرار هتتخذوا سيادتك واحنا وراك بعقلنا وبقلبنا وبروحنا زي ما يطلع المية وعشرة مليون مواطن احنا ورا سيادك موسيقى شكرا